في القرآن الكريم ذكر فيها وأيضا له صورة كاملة باسمه في القرآن الكريم مرحبا بكم في قناتكم تفقف في دقائق الخيل الخيل هو مخلوق نجتمع كل البشر على حبه غير الارتباط الكبير بين الخيل والبشر لذلك قال الغاحظ لم تكن أمة قط أشد عجبا بالخيل ولا أعلم بها من العرب ولذلك أضيفت إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان فقالوا فرس عربي ولم يقولوا هندي ولا رومي ولا فارسي ووردت أسماء كثيرة للخيل في القرآن الكريم ووردت أحاديث نبوية وآثار كثيرة جدا في الحث على ركوب الخيل منها ما قاله عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا ويؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آذة وأجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث بمثابة قلادة من ذهب على أعناق الخيل العربية مع شهادة تقدير وعرفان من سيد الخلق أجمعي عليه أفضل الصلاة والتسليم فكون يؤذن للفرس العربي بالدعاء فهذا والله تكريم ما بعده تكريم لهذه الكائنات دون غيرها ولما لا تكون الخيل العربية من أحب الأهل والأموال وفيها كل صفات الخير والوفاء والصبر والشجاعة والجمال وذكر أن معاوية بن حديث مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته قال وما دعاء بهيمة من البهائم قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك أجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده وقال أحد الرحالة الغربيين سيظل الجواد العربي إلى الأبد أكرم الخيول وأعرقها نسبا وقال أكثم ابن صيفي عليكم بالخيل فأكرموها فإنها حصون العرب وكثير مننا يعرف قصة سيدنا سليمان مع الخيل فكان سيدنا سليمان عليه السلام من محب الخيل حيث كان يحب استخدامها في الجهاد في سبيل الله وكان دائم الاهتمام بها وعلى عكس جميع الحيوانات فإن محب الخيول لا يستطيعون التخلص من ذلك الحب أبدا وكان سيدنا سليمان يمتلك خيولا عربية وسريعة وفاتنة تجيد إظهار جمالها وكان يقوم بتنظيمها فانشغل بها فغابت الشمس وفاتته صلاة العصر مما جعله يشعر بالغضب لأنه انشغل بالخيل عن الصلاة وعن العبادة فتمنى لو ترجع الشمس ويصل الصلاة في وقتها ثم غضب غضبا شديدا حتى أخذ في ذبح الخيول جميعا بالسيف ثم تصدق بلحومها للمساكين وقال والله لا تشغليني عن عبادة ربي الخيول العربية الأصيلة تعد واحدة من أقدم سلالات الخيول في العالم إذ يعود تاريخها إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد وتعود نشأتها للمناطق الصحراوية في الشرق الأوسط التي انتشرت منها لجميع أنحاء العالم وتتميز الخيول العربية بحجم صغير نسبيا ورأس صغير مقعر وعيون كبيرة داكنة وفتحات أنف واسعتين وظهر قصير وشعر ناعي بالإضافة إلى ذيل مرتفع للأعلى هو أرقل وحوافر قوية ويعد اللون الرمادي من أكثر ألوانها شيوعا اختلف المؤرخون حول المكان الذي نشأ فيه الحصان العربي إذ يعتقد البعض أن أصله يعود إلى الحصان البري الذي يودى في شمال سوريا وجنوب تركيا وبعض المناطق التي تمتد إلى الشرق فأن الظروف المناخية المعتدلة وغفرة الأمطار في مناطق الهلال الخصيب شكلت بيئة مثالية لنمو هذه الخيول بينما يعتقد مؤرخون آخرون أن الحصان العربي نشأ في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية وبالرغم من عدم قدرة المختصين على تحديد الفترة التي تم استئناس الحصان فيها واستخدامه لأضراض متعددة كالعمل والركوب إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن العرب تمكنوا بحلول عام 1500 قبل الميلاد من إتقان التعامل مع هذه الخيول التي أصبحت طليعة السلالة التي عرفت فيما بعد باسم الخيول العربية كما حافظ العرب على نقاء سلالة الخيول العربية عن طريق الإبقاء على التزاوج الداخلي فيما بينها مما نتج عنه تميزها بخصائص وصفات فريدة ومن الجدير بالذكر أن نشأة الخيول العربية في المناطق الصحراوية ذات الظروف القاسية دمن بقاء الخيول الأقوى والأكثر قدرة على التحمل دون غيرها كما ساهم ذلك في مشاركة البدو للخيول العربية في خيامهم وطعامهم ومياههم إما أدى إلى نشوء ارتباط وثيق بين البشر هذه الخيول ومن أهم مميزات الخيل العربي الأصيل العمر الطويل وقوة التحمل ومقاومة الأمراض ومن أعظم مميزاتها الوفاء ومن أبلغ قصص وفاء الحصان العربي حادث آخر واقع في مصر منذ عدة سنوات أبرزته الصحف في حينها وقال أن أحد أصحاب مزارع إنتاج الخيول كان شغوفا بجواد معين في مزرعته يرعاه بنفسه ويعتني كثيرا بنظافته وإطعامه وتدريبه وفي صباح أحد الأيام فيما كان الرجل يتفقد خيول مزرعته كعادته أصيب بنوبة قلبية سقط على إثرها فاقدا للحياة على مشهد من جواده المحبب فأضرب الجواد عن الطعام والشراب منذ ذلك اليوم وتملكته حالة عصبية مصحوبة بالطراب وهياج كلما حاول إنسان الاقتراب منه فشل الطب البيطري في علاجه مما يأس من الانتظار تحرر من مربطه وانطلق نحو مرتفع في المزرعة فسقط ونفق على الفور وفارق الحياة التي رحل عنها صاحبه وبالنسبة لعائلات الخيل العربي فهي تقسم إلى مجموعات سلالة الكحيلان سلالة السقلاوي سلالة العبيان سلالة الحمداني وسلالة الهدبان وأخيرا إذا حولت الاقتراب من الحصان ولم تكن على دراية بطبعه وأدق خصاله فالأفضل ألا تقترب إليه لأنه حاد الذكاء يعرف صاحبه حيث ما يكون ويستطيع تمييزه من بين عشرات الأشخاص لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر القرس ليصلكم كل جديد